تواصل قوات الاحتلال ملاحقتها لكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رغم اعلانه اعتقال خلية قالت انها المسؤولة عن تنفيذ عمليات عين بوبين هذه الاعتقالات طالت بشكل كبير طلبت جامعة بيرزيت ايضا منذ خمسين يوما والاحتلال يصعد من هجمته في ملاحقة كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدد كبير من المعتقلين واخرون تم الافراج عنهم بعد التحقيق معهم ورغم انه قبل اسابيع اعلن عن اعتقاله للخلية التي ادعى بانها هي من نفذت عملية عين بوبين الفدائية وضمت اربعة معتقلين كلهم من كوادر الجبهة واثنين منهم من طلبة جامعة بيرزيت الا ان ملاحقته لبقية الكوادر لم تنتهي اخرها كان اعتقاله للطالبة في جامعة بيرزيت ميس حناتشي بعد استدعائها للتحقيق جاء ذلك بعد عشرة ايام من اعتقال الاحتلال لوالدها ملاحقة كوادر الجبهة الشعبية وتعريضهم للتحقيق والتعذيب بتهمت كما يدعي الاحتلال بارتكاب عملية عسكرية اذا كان هذا صحيحا من يرتكب هذه العملية هو شخص واحد وليس كل الجبهة الشعبية في الضفة الغربية هذا هو اجراء اقابي ارهابي من قبل الاحتلال لمحاولة ضرب الدور النضالي للجبهة الشعبية والحركة الطلابية الى جانب حملة الاعتقالات بحق كوادر الجبهة الشعبية تتواصل حملات استهداف المؤسسات والمنظمات الاهلية فبعد اقتحامها لمكتب مؤسسة الضمير لرعاية الاسرة وحقوق الانسان في رمالة قبل اسابيع استهدفت قوات الاحتلال امس مقر لجان العمل الصحي في ذات المدينة حطمت الابواب وعاثت فسادا في مقر المؤسسة الصحية طلقينا اتصالات من جيران مقر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في سطح مرحبة بان جيش الاحتلال قام باكتحام المقر قام بخلع الابواب عبر المطارق الثقيلة عندما ذهبنا لكي وجدنا ان معظم المكاتب قد تم دهمها داخل المبنى وهناك حالة خراب عبثوا بالملفات كل شيء وجدناه ملقى على الارض يلاحظ المتتبع لعمليات الاحتلال وملاحقاته خلال الشهرين الاخيرين استهدافه بشكل كبير للكوادر الطلبية للتنظيمات الفلسطينية سيما كوادر الجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت من مدينة رمال المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا